اعرب رئيس الاوكراني فلاديمير زلناسكي عن انتنانه للدعم الامريكي لبلاده في مواجهة العملية العسكرية الروسية وقال زلناسكي خلال لقائه بأعضاء من مجلس الشيوخ الامريكيين قال ان دعم الجمهوريين والديمقراطيين لكييف له قيمة كبيرة بالنسبة للشعب الاوكراني وصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى محطة زابوريجيا النووية لبدء مهمتها هناك كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال جروسي قد اعرب عن امله في تشكيل بعثة دائمة في المحطة مشيرا الى ان خطوة زيادة وفد الوكالة لزابوريجيا هذه الزيارة ستأتي بعد جهود استمرت لأشهر عدة واكد جروسي الى انه سيمضي هناك بعض الايام متفقدا المحطة النووية واوضح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس البعث التي توجهت لمحطة زابوريجيا النووية رافيال جروسي ان لديهم عملا في غاية الاهمية وهو تقييم الوضع الحقيقي لمحطة زابوريجيا للمساعدة في استقرار الوضع واضاف خلال زيرته كييف ان هذا يتطلب ضمانات صريحة من موسكو وكييف بعدم المساس بامن المحطة لافتا الى انهما تمكن من ذلك وسوف تقوم الوكالة بتقديم تقريرها بعد استكمال هذا العمل لدينا عمل في غاية الاهمية يجب القيام به لتقييم الوضع الحقيقي في محطة زابوريجيا للمساعدة في استقرار الوضع قدر المستطاع هذه العمليات معقدة للغاية وهذا يتطلب ضمانات صريحة ليس فقط من روسيا ولكن ايضا من اوكرانيا وقد تمكننا من ذلك وسوف نقدم تقريرنا بعد استكمال هذه المهمة الى ذلك قدمت موسكو ادلة جديدة لمجلس الامن بشأن قصف اوكرانيا لمحطة زابوريجيا كانت موسكو قد اتهمت كياف بشني قصف في محيط محطة زابوريجيا النووية قبيل وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المحطة لتفقدها قالت موسكو ان النسبة الاشعاع في المحطة طبيعية وانه لم تقع اي اصابات جراء القصف الاوكراني في هذه الاثناء قالت الخارجية الروسية ان زيارة فريق الوكالة الدولية سيكشف حقيقة الاستفزازات الاوكرانية موسيقى اهلا بكم من جديد الى نشرة الثالثة اتهمت السلطات الاوكرانية روسيا بقصف مدينة تقع بقربها محطة زابوريجيا نووية يأتي ذلك في حين ينتظر وصول فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الموقع وقال مسؤول ادارة تانيكو بول عبر تليجرام ان الجيش الروسي يقصف انيرجودار وان الوضع خطر بسبب هذه الاستفزازات قالت وزارة الدفاع الروسية ان محاولات كييف لشن هجوم مضاد على خاركيف وميكولايف ومناطق اخرى جنوبي اوكرانيا ومحيطها قد باءت بالفشل واضف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق ايغور كوناشنكوف ان اوكرانيا تكبدت خسائر فادحة نتيجة لهزيمة الهجوم العسكري الاوكراني في ميكولايف ريفي ومناطق اخرى اعلن الجيش الاوكراني ان الهجوم الاوكراني الكبير على القوات الروسية في جنوب البلاد حقق بعض النجاحات قال رئيس الادارة العسكرية وسط اوكرانيا انه واثق من تحرير اوكرانيا باكملها وفي سياق متصل اعلنت السلطات في دونعاس في شرق اوكرانيا مقتل مدنيين جراء قسف استهدف احياء سكنية وبلدات اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الخسائر التي تكبدتها القوات الاوكرانية خلال يومين من هجومها المضاد في خرسون قد تجوزت 1700 فرد و150 قطعة من المعدات العسكرية وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية ايجور كوناشنكوف قال ان محاولة الرئيس الاوكراني فلودمير زيلنسكي لاستئناف العمليات الهجومية على عدة محاور باءت بالفشل واشار الى ان القوات الاوكرانية تطرت للانسحاب من عدة قرى سبق واندخلتها وانه تم ارسال اثنتين عشرة دبابة استلمتها اوكرانيا من بولندا عبر نهر انجوليتس وذلك لفك الحصار عن الوحدات الاوكرانية هناك لكن جزءا منها دمر بنيران روسية هذا وقد اعلنت وزارة الدفاع البريطانية ان القوات المدرعة الاوكرانية واصلت الهجوم على مجموعات القوات الروسية على عدة محاور في انحاء جنوب اوكرانيا قالت الدفاع البريطانية ان تشكيلات الاوكرانية قد دفعت القوات الروسية للتراجع في بعض المناطق مستغلة ضعف الدفاعات الروسية نسبيا ذكر رئيس الاوكراني فلاديمار زيلنسكي ان قوات بلاده قد هاجمت تم واقع روسية على طول جبهة القتال بالكامل في وقت اوقفت فيه موسكو امدادات الغاز عبر خط انبيب رئيسي الى المانيا مرجعة السبب الى الحاجة للصيامة بدأسفل معrobi ببعايا بدأسفل مع شفاء لغناني بدأسفل معه هذا الوغنانيا الوقع يمكنكم فقط فقط لكين من خلالها انتمت?". بذكر دع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا الاتحاد الأوروبي إلى حظر دخول السائحين الروس تأتي مطالباته كوليبا خلال انعقاد اجتماعي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الشيكية براغ حيث يشهد الاجتماع معارضة من بعض الدول على رأسهم فرنسا وألمانيا وبلجيكا على قضية حظر التأشيرات على المواطنين الروس واعتبروا أن القرار يعتبر معاقبة للشعب الروسي الذي ربما يكون بحاجة إلى دخول أوروبا لأغراض إنسانية كان الاتحاد الأوروبي قد شدد بالفعل قيود التأشيرات على المسؤولين ورجال الأعمال الروس في مايو بموجب اتفاق عام 2007 لتسهيل السفر بين روسيا وأوروبا أعلنت مجموعة جازبروم الروسية العملاقة وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط نوردستريم كانت مجموعة جازبروم قد أعلنت في وقت سابق عن هذا التوقف المقرر لثلاثة أيام والناجم عن أعمال في محطة ضغط في روسيا لخط الأنابيب والذي يربط مباشرة حقول الغاز في سايبيريا بشمال ألمانيا ويتم بعدها تصدير الغاز إلى دول أوروبية أخرى وقف جديد للغاز الروسي يضيق الخناق على الطاقة في أوروبا مع تحزيرات من أن الأزمة ستستمر لأكثر من شتاء حيث أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنبيب رئيسي إلى أوروبا مما يزيد حدة المعركة الاقتصادية بين موسكو وبروكسيل ويرفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض من أغنى دول المنطقة ووفقا لشركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم فإن انقطاع تدفقات عبر نوردستريم وان يأتي من أجل الصيانة حتى الثالث من سبتمبر المقبل أما بالنسبة إلى بولغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا فقد قطعت روسيا الإمدادات عنها تماما جرأ عدم دفعها للغاز مقابل الروبيل الروسي وقلست التدفقات عبر خطوط أنابيب أخرى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومع اتهام الاتحاد الأوروبي لروسيا باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح حرب تخشى الحكومات الأوروبية أن تمدد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا بينما تنفي موسكو ذلك الاتهام ومع زيادة القيود على إمدادات الغاز الأوروبية تتصاعد المخاوف من تفاقم أزمة للطاقة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع في أسعار بعي الغاز بالجملة أكثر من 400% منذ أغسطس من العام الماضي مما تسبب في أزمة مؤلمة بتكلفة المعيشة للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات وأكبرت الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء عن الأوروبيين ترجمة نانسي قنقر